أولاً النادي الأهلي ما يخشش في جون تمام يعني التأمين الدفاعي موجود ولازم يبقى موجود تمام بالأخص اللي انت عندك قوة هجومية كويسة عندك عندك أكتر من واحد بيعرف يجيب جون في الحتة الأدامانية بلاش الاندفاع خلينا نتكلم بعقلانية لما لعبنا بحظر شديد في مباراة باير ميونيخ حسنا بالموضوع مش حلو الناس قدلك بجداء لها النادي الأهلي لما احنا لعبنا بقى المباراة اللي بعديها النادي الأهلي لعب مباراة متوازنة هجومياً ودفاعياً عملنا فرق كبير طيب من حيث التشكيلة كابتن علاء عندنا مباراة صعبة زي ما حضرتك بكرت بس احنا بنتكلم هنا عن الدفاع حضرتك يمكن بكرت بتقول لازم نأمن الدفاع بشكل كويس جداً لدى النادي الأهلي وعندنا النهاردة واحد تقلق في ماتش الأخير مع المريخ السوداني يعني ضد المريخ السوداني محمود وحيد نتكلم عن أيمن أشرف لا جدال عليه انت كابتن علاء نبيل تفضل انه يبدأ نتكلم عن أيمن أشرف